ولا زال المزيع مصراً أن مصر من 7 أكتوبر والحد دلوقتي بتخوض أقوى معركة سياسية تفاوضية خاضتها تقريباً خلال الخمسين سنة اللي فاتوا وتكاد تكون خلال أكتر من خمسين سنة كمان وأنا شرحت لكم هذا الكلام من برحفة مش هكرره مرة تانية أو أكرر الشرح لكن فعلاً قدرة مصر على تفعيل إرادتها مصر لديها إرادة واضحة بأنه واحد ما فيش حاجة اسمها تهجير قصر اتنين ما فيش حاجة اسمها تهجير طوعي تلاتة ما فيش حاجة اسمها منع المساعدات الإنسانية أربعة إحنا مش هنتعامل مع الإسرائيليين فرفح تحت أي ظرف من الظروف لو الدنيا تطربقت مش هيحصل ده معبر مصري فلسطيني فقط لغير من أراد أن يفعل الأمر كما هو أهلاً وسهلاً من لم يرد فليذهب لديه البحر يقدر يشرب منه كيفما شاء